أنا وجهة نظري ما لها علاقة في هذا الموضوع وجهة نظري يمكن يشاركني فيها الكثير من النواب أنا أقول لك المرحلة القادمة مرحلة دقيقة مرحلة استثنائية مرحلة فيها تحديات أمنية وإقليمية مرحلة فيها تحديات اقتصادية فيها تحديات داخلية فيها تحديات خارجية هذه المرحلة لن نستطيع أن نعديها ما لم يكن هناك فريق حكومي جديد يواكب هذه المرحلة وأنا أعتقد حتى الأخ الفاضل سموه رئيس منس الوزراء مغتنع في وجهة النظر هذه وأيضا أنا وجهة نظري العودة إلى صناديق الاختراع ليش الجزع من العودة إلى صناديق الاختراع هذه وجهة نظرة شخصية وقلت لك شاركنا فيها كثير من النواب هذا مطلب رسمي مقدم من البرلمان إنما أنا وجهة نظري الشخصية أقولها جوابا على سؤالك ما يرهبني أحد أو يخوفني بأنه لا تقول وجهة نظرك الشخصية العودة إلى صناديق الاختراع ليجدد الشعب الكويتي الثقة في من يراحوا أهلا لمواصلة المشوار في هذه المرحلة الدقيقة القادمة ويعفي أو يشفق على آخرين من تحمل مسؤولية الاستمرار ويختار من يريد هذه أصلا ممارسة ديمقراطية راقية العودة إلى صناديق الاختراع هذه وجهة نظري الشخصية يبقى صاحب السمو هو صاحب الحل وهو صاحب القرار وهو وفق الدستور من يقدر وجهة نظرك بأن تتمنى الانتخابات أن تكون مبكرة نعم أنا وجهة نظري شخصية لأسباب أقليمية ولأسباب تحديات كثيرة تحديات كثيرة شنو المشكلة وين المشكلة أن نرجع إلى صناديق الاختراع أي نائب إذا أعيدت الثقة له أو جددت الثقة فيه من قبل الناخبين ترى هذه قوة وشرف وفي نفس الوقت الانتخابات مجنة ونار إذا أشفق الناخبين أو أشفق الشعب الكويتي على كائن من كان من الاستمرار في تحمل هذه المسؤولية حتى قرار الشأ يحترم وينحطها الرأس من فوق